قالنا نطق باسم وزارة الداخلية سعد معنل قال قبض على أحد قادة داعش الارهابي في منطقة حي الوسطي في كاركوك وقال مركز الإعلام الأمني في بين الله أن مديرية استخبارات ومكافعة إرهاب كاركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اعتقلت الإرهابية الذي كان يعمل بصفة جلاد بما يسمى بولاية كاركوك الإرهابية اشتركوا في القناة